السلام عليكم ورحمة الله بمثل حالنا اليوم وبعد ما اكتشفنا اصابات في عدة مناطق من العراق نحتاج ان يكون عندنا وعي ثقافي عالي وان ناخذ المعلومة الصحيحة من المصدر الصحيح لازم تعرفون ان هذا الفيروس ما يقدر يتكاثر الا اذا سيطر على خلية من خلايا جسمنا ويسيطر على سلسلة الدين اي من الخلايا ويبدأ باستنساخ نفسه بسرعة جنونية ردبين موضوع جدا مهم وهو الكلوكوز يعني السكر اكو دراسة تقول ان الاصابة بعدوى الانفلونزا تعتمد على السكر الموجود بالخلايا وتوصلت هذه الدراسة الى ان ارتفاع هذا السكر مرتبط بمعدل الاصابة طبعا انا ما اقول ان فيروس كورونا يعيش على الكلوكوز بس ممكن لان للان مو كل شيء معروف عن هذا الفيروس واغلب الفيروسات اللي نعرفها هتعيش في اوساط عالية الكلوكوز زين شنوه المغذي المضاد للكلوكوز الدهون النافعة البروتينات لان هي تحتل الصدارة في دعم صحة الجهاز المناعم طبعا اذا تدعمون هذا الشيء بالصيام راح اندخل الجسم بمرحلة الالتهام الذاتي وتقول الدراسات ان احد اهداف الالتهام الذاتي هو تطهير الجسم من الميكروبات والفيروسات بالاضافة الى تكرير البروتين التالف طبعا كذلك الصيام المطول اللي يعمل على زيادة الخلايا الجذعية لصالح الجهاز المناعي وتكوين جهاز مناعي جديد طبعا اليوم احنا نعيش اجواء شهر رجب والرسول صلى الله عليه وآله يقول الاف من صام من رجب يوما ايمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الاكبر واطفأ صومه في ذلك اليوم غضب الله واغلق عنه بابا من ابواب النار ولو اعطيه من الارض ذهبا ما كان بافضل من صومه هسا اريد اتكلم موضوع ايضا مهم كلكم سامعين بشي اسمه الطاعون الاسود او الموت الاعظام او غيرها من الاوبئة اللي انتشرت سابقا بالعالم مراكز الابحاث سوت عمليات تشريح للجثث لقوا ارتفاع بحالات تقوس الساقين وجروح بالجثث وامور اخرى تدل على نقص غذائي شافت هذه المراكز انه اللي يساعد في انتشار الوباء ويخليه سريع الانتشار اكثر هو نقص في مستويات فيتامين دي وايضا النقص الغذائي يعني القيمة الغذائية جيدة وهذا يحدث ضرر بجهاز المناعة طبعا الفيروسات عدها ستراتيجية قوية بالتعامل مع فيتامين دي وهذا يفسر سبب مرض بعض الناس وعدم مرض اخرين السبب هو مستويات فيتامين دي اما في عام 1918 من انتشرة الانفلونزا على نطاق واسع جدا صار هذا الشيء بعد الحرب العالمية الاولى واللي صار نقص في الطعام وطريقة حفظه وايضا اعتمده على المعلبات والاغذية اللي ما تحتوي اي قيمة غذائية وفي وقتها اكثر عدد اللي توفى كان في الشتاء وابرد ايامه بشهر يناير من خلال هذني التاريخين اللي ذكرتهم اريد اقول اكو قابلية جسم للاصابة بهذا الفيروس فنشوف ناس تنصاب وغيرهم لا لذلك من الضروري اولا نرفع مستويات فيتامين دي في جسمنا طبعا لازم نفحص واذا كان قليل جدا فحسب توجيهات الطبيب اما ابرأ او حبوب واذا كان بمستوى جيد فنقوم بتعريض جسمنا بشكل مباشر للشمس واخذ مكملات غذائية ثانيا ان يكون اكلنا صحي بشكل كبير يعني بروتينات دهون دهون نافعة طبعا اقصد المكسرات مهمة جدا مثل اللوز والجوز وغيرها وخضروات وفواكه بشكل معقول حتى نخلي الجهاز المناعي مستعد للمواجهة ثالثا رجاء ان ابتعدوا عن السكر بكل انواعه الابيض والاسمر طبعا ماكو فرق ببيناتهم على الاقل بالوقت الحالي نبتعد عن السكر لانه مثل ما قلنا الفيروس يتقوى به رابعا وهذا النقطة جدا مهمة انحي الجنود الابطال من الكوادر الصحية اللي تعمل في الخط الامامي بالمواجهة مع هذا العدو ونقولهم احنا وياكم قلبا وقالبا ويا رب يبعد عنكم المكروه وكل انواع الامراض وتحياتي ترجمة نانسي قنقر